شكرا لك إنصاف أهلا بكم فيما أدف سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعين ووصل الفريق الأخضر انفراده بصدارة المجموعة باثنتين عشرة نقطة وتقدما بست نقاط عن ثنائي الوصفة بيراميدز وانكان الزمبي بينما تذيل لنمونغو التنزاني جدول الترتيب برصيد خالي من النقاط أما ممثل الكرة المغربية الآخر نهضة بركان فاكتفى بالتعادل السلبي أمام شابيبة القبائل في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب الواحد نوامبر في تيزي وزو برسم جولة الرابعة من دور المجموعات وعقب هذا التعادل بات فريق النهضة البركانية يحتل المركز الثالث برسيد خمس نقاط خلف شبيبة القبائل صاحب الصف الثاني إلى كرة القدم المغربية حيث تفوق فريق شباب المحمدية على ضيفه أولمبيك أسفي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد على أرضية ملعب البشير برسم منافسة الدورة الحادية عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم وتنوب على تسجيل الأهداف كل من سيف الدين بوهرة في الدقيقة التاسعة وأسامة المليوي في الدقيقة السابعة والأربعين والدقيقة الثالثة والسبعين أهدر أتليتيكو مادريد نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه ريال بيتس بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثي من الدور الإسباني لكرة القدم وافتتح أتليتيكو بابا التسجيل عن طريق البلجيكي ياني كراسكو في الدقيقة الخامسة وعدل لأصحاب الأرض كريستيان تيلو في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء وبهذا التعادل رفع أتليتيكو مادريد رصيدها إلى سبع وستين نقطة والساعد الصدر من جاره الريال صاحب ست وستين نقطة والذي ساعد يوم السبت الماضي إلى المركز الأول بعد أن حسم الكراسكو الإسباني بتقلبه على برشلونة بثنائية لهدف واحد تابع لوس أنجليس كليبرز اقترابه من وصفة المنطقة الغربية فيما أوقف بوستن سلتكس سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لديمبر ناكيتس الأحد في دوري كرة السلال الأمريكي للمحترفين وحقق كليبرز فوزه الخامس سواليا على ضيفه ديترويد بيستونز بمئة وواحد وثلاثين لمئة واربعين وعشرين رافعا رصيده إلى سبعين وثلاثين فوزا وثمانية عشر خسارة في المركز الثالث ضمن الغربية ورأى فينيكس سانز بسبعين وثلاثين لخمسة عشر فيما لا يزال المفاجأة يتجاز متربعا على الصدارة أربعين لثلاثة عشر نختم بهذا الخبر الأليم بعد أن فرق أحد لاعبي فريق البيضوي الحياة على أرضية الملعب وفرق رد الساق داعي فريق نجم الشباب البيضوي الحياة بعد أبسلاعه للسانه وقام التقمان طبيان للفريقين بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذه غير أنها لم تتكلل بالنجاح لتوفيه المنية فوق المستطيل الأخضر ترجمة نانسي قنقر